السلام عليكم. بإذن الله ان شاء الله هتكون المحاضرة رقم ستة في شرح برنامج الاسل. والمحاضرة 18 في شرحة بلومت مايكروسوفت اوفيس. شنو هندس احمد اول عام شكرك جدا هندس شكراك. تمام. محاضرات اللي فاتت كنا خدنا المعدلات كنا خدنا معادلة الصام معادلة الابريج والماكس والمين الارج سمول كاونت 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 بلانك راونت راوند اب راوند داون هير تيكست ليفت رايت ميد ومود. والقبر واللوير والبرو اير. واخدنا برضو معادلة اف العادية واف المركبة. وصام اف وكون اف. تمام. معادلة 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 انت اول معادلة عندي معادلة انت. موسيقى 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 زي ما قلنا معادلة انت وور موسيقى ونط موسيقى ونط دول تلات معادلات هناخدهم دلوقتي مع بعض موسيقى 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 هي معادلة خاصة بالشرط. ايه الشرط? ايه معنى كده? معنى ان انا عايز اكتب له معادلة هقول له لو ده حصل وده حصل يبقى اعمل لي اكتب لي طيب لو واحد فيهم حصل والتاني ما حصلش دايق او دايق حصل فيهم اختار يعني هدي له مسلا اتنين اتنين اختيار هقول له مسلا لو ده حصل او ده حصل واحد فيهم هيديني طيب كتبت له معادلة بيديك عكسها يعني مصلا كتبت له انا عايز عكس فولس تبقى عن طريق نط فتعال نجرب كده هقول له يساوي هفتح قوس هقول له لو الخلية دي هتساوي طول بس لازم احطها ما بين على امتين تنصيص طيب بس الاول خلي دي مسلا سمول وخلي دي ميديم هقول لي ساوي انت خلية دي ساوي طول نعمل كده فصلة ايه معنى رو. يعني ان انا فعلا ان الشرط اللي انا عامله صح. انا عايز اقول له ايه في الشرط دي انا في الاند هنا عايز اقول له لو الخلية دي هتساوي كلمة والخلية التانية تساوي كلمة سمول واند يعني وا. يعني لو الشرطين دول حصلوا يقديني طيب لو كتبت نفس الشرط اللي انا كتبته دي بس حاجة واحدة فيهم بس كانت متحققة. يعني ده او ده. تعالوا كده نجرب يساوي افتح القص حدد خلية اقول له يساوي طول فصلة نفس الخلية ساوي سمول واروح اكفر للخلص. معنا كده لو الشرط الاولاني ده حصل يديني ترو. لو الشرط التاني ده حصل يديني ترو. مش لازم مع بعض. على جل واحد فيهم بس يحصل. على جل واحد فيهم بس يحصل. جل طيب. نطب يديني عكس الحية. يعني مثلا كمثال جيت كتبت. لو عندي الخلية تي. ترو انه لو كاتي پل مترو. وروح تانا قلت له يساوي الخلية دي اكتب اسم المعادلة اللي هي نط واعلم على كلمة اعمل يساوي اسم المعادلة اللي هي نط واعلم على كلمة ازاد كلمة تمام? بلت يساوي. نط. بتعقص انا عايز اجيب عكس النتيجة اللي عندي فوق دي. اضغط عليها. ودوس انتر. جلت روح. هي عكس الفولس. نجوة اعمل يساوي نط وروح احدد الخلية اللي عنده هو. واقف الوقوس مش هعمل حاجة تاني غير كده. فجاب لي عكس الخلية اللي عندي. يبقى. الاند والاور والنط. الاند والاور والنط خاصة بيه الشرط. نفس اف. الاند هقول لي والله لو. اند معناها و. بالشرط. اذا تحقق الشرط الاول والشرط التاني. طيب برضو للشرط ولكن اذا تحقق شرط واحد فقط من الشروط. اذا تحقق النط. يقعطي. دي. حاكس. النتيجة. ده اللي تنط بتجيب لي عكس النتيجة. عكس النتيجة. يعني قلت يا ساوي. نط. انا عايز اجيب عكس الخلية دي. الخلية اسمها عكس الترو. ضغط عليه. طرف كتب لي فولس. طيب. نزورها بمسلا اي حالة تاني. كلمة زي كلمة هاي. اجلق قيمة غير صحيحة. فهي بتشتغل على ترو والفولس. تاني. الاند والاور والنط. الاند. انا كتبت له اهي. هنكتب الدلة تاني من الاول اهي. المسحة. اقول يساوي. افتح القص. وروح احدد خلية. هقوله لو الخلية دي بتساوي. بتساوي كلمة طول. تمام? هكتب له اللي هو الشرط التاني. ساعمل الفصل الاول. هقول له مسلا لو الخلية دي. هتساوي. لو الشرط ده حصل. هيكتب لي. تمام? انا انا الشرط الاولاني هقول له. ان الخلية دي هتساوي طول والخلية التانية هتساوي ميديم. و دي. ودي. لازم اللي اتنين يحصلوا معي. هدوس انتر فجلي تمام? طيب على اقل واحد فيهم بس يحصل. بلت مسلا الخلية دي هتساوي طول. طب لا الخلية دي اللي انا معلم عليها هتساوي مسلا لارج. انا كتبت قيمة غلط. حلو كده. ورحت بعد كده قلت له ان الخلية دي هتساوي ايه اللي يحصل معي? جال ليه جال ليه? علشان فيه شرط واحد فيهم حصل. على اقل واحد بس فيهم يحصل. على اقل واحد بس فيهم يحصل. علشان يديني قيمة يقبل ايه دي لازم اللي اتنين يحصلوا. اما على اقل واحد فيهم بس يحصل. طيب النط بيديني عكس النتيجة. يعني يساوي نط. اعلم على واروح اكفر لقوس فاداني قال لي فولس. فدي التلات دوال اللي هي والانت والقور والنط. كمان. دو يقول لف دول. في الانت والقور والنط. الانت خاصة بالشرط. القور برضو شرط. اللي اتنين بشتغل عليهم ازاي? انا لو عندي خلية او خليتين عايز احقق الشرط بتاع الخلية ده والخلية دي. فبعمل ايه? بختار ده اللي اسمها انت. يجب انت لازم الشرطين اللي انا عملته الشرطين يحصلوا معايا. لازم الاتنين. اما على اقل واحد في يوم يحصل. على اقل في يوم يحصل. اما النط او النط بيديني عكس النتيجة اللي موجودة عندي في اي خلية انا بختارها. لو اخترت مسلا خليها بتاعي true عكس true فالس. فدي الاند والاور والنط. وزي ما قلنا الابر بيديني كل الحروف كابتل اللوير كل الحروف سمول والبرو بير بيديني اول حرف من كل كل كلامة كابتل. اه باقي القسمة. لو عايز مسلا اجيب اه اعد مسلا كلامة اللي عندي من منتصف. الرايت من ناحية اليمين واللفت من ناحية اليسار. التكست هنا. تمام? آآ نيجي بس هنعمل ايه? هدروه. تمام. طيب. انا هستعمل نفس الدالة اللي هي دالة التكست تاني. تمام? دالة التكست. بس عايزة اعرف السنة المرة دي. طيب. هعمل يساوي. تكست. يساوي. تكست. افتح القوس. واحدد الخلية هنا. احنا لو عايزة اعرف اليوم. يدلاتة دي. عايزة اعرف السنة. تلاتة واي. دست انتر فجلة الفين واحد وعشرين. تمام. طيب انا كده عرفت السنة وهنا عرفت اليوم. طيب نزارك كده لو عايزين اليوم اللي هو السنة. طيب لو عايزة اعرف الشهر. نزارك كده التكست. نعرفت الشهر. نساوي تكست. طيب نزارك تلاتة ام مسلا. فكده عرفت الشهر. يبقى تلاتة دي بعرفت من اليوم. اما تلاتة ام اللي هو المانس اللي هو رشة. اما تلاتة واي اللي هو السنة. دي استعمال لدالة دالة تمام? مش. لحد الان في حد عند مشكلة في الدول دي كلها. حد عند ويا مشكلة في الدول دول. عشان انت دي نخش على. زي ما قلنا تاني الاند هي خاصة بالشرط. الاند معناها و. انا بكتب شرطين. لازم الشرطين اللي عندي يتحققوا. لازم الشرطين يحصلوا. طيب اور. شرطة حصل? انا عندي شرطين. على جل شرط واحد فيهم يحصل. طيب النوت بيدينا عكس النتيجة. النوت عكس النتيجة. النوت عكس النتيجة. يعني يساوي. استعمالها مش كتير. يساوي. نوت افتح القوس. واروح احدد الخلية اللي فيها كلمة واكفر القوس ودوس انتر فجل الفولس. اللي هو عكس النتيجة. اه في دلة لطرح تاريخين من بعض. في دلة لطرح تاريخين من بعض. هناخدها بس ان شاء الله هناخدها في يوم تاني. اسمها الديت اف. الديت اف. دي اسم الدلة لو عايز اطرح تاريخين من بعض. اسمها الديت. اف. نزرب الان دي تاني هوا. الناس ركز معي. انا قلت يساوي. افتح القوس. اروح احدد الخلية دي. تمام? بعد كده واكتب له يساوي. معناها ان القيمة اللي موجودة داخل الخلية دي هتساوي. مسلا طول. اللي هو طويل. ده كده اول شرط. الشرط التاني. هحدد مسلا خلية تانية. واجول ان هي بتساوي. اسمول. فانا انا قلت له هنا شرطين. فلازم الشرطين يحصلوا معي علشان يديني ترو. فقداني ترو. طيب. قلت يساوي. القور. القور على اقل واحد فيهم بس يحصل معي. اخترت مسلا اول خلية دي. وقلت يساوي. طول. ورحت اخترت مسلا خلية تانية هنا. وقلت الخلية دي يساوي. انا كدبت له قيمة غلطة ايه. مش موجودة اصلا. بس يديني تروب. علشان فيه على اقل شرط واحد فيهم حصل. اللي هو شرط اللي هو ان الخلية هتساوي طول. اللي هي الايه? اربعين. فعلى اقل شرطي فيهم حصل. تتراحوا معادي بس مرضو في ده اللي خاصة بالطرح بتاع اه التواريخ. تمام? كويس. اه بمان. مش فاهم حضرتك يا باشماندز. مش فاهم اه باشماندز. بتر بتر. اللي هو حتة اللي قمت. يعني انت لو عندك اه الفولس. مسلا هنا عندك فولس هيديك لو عندك هديك فولس وهكزا. بيديك عكس الخلية اللي موجودة عندك. عكس الفولس. عكس الفولس ازاي بيديك نفسها? طب اكتب الدلة صحة زي ما باكتبها كده. اعمل لي ساوي. نط ان او تي. وافتح. القوس. ورح ادد الخلية اللي هي فيها كلمة. الخلية اللي فيها اترو. واروح اكفي للقوس وادوس انتر. اداني فولس. تمام. الناس هي بتجرب دلة وانت بتجربهم. معكم دقيقة الناس تجربها. كده كده هناخد رس للصلاة بس الناس تجربها حاليا دلوكتي معي. تمام. في دول مهمة كان مفروض ناخدها او يعتبر مش دال يعني. كان مفروض ناخدهم من الاول خالص. دولة جمع. والطرح. وضرب. دولة جمع. خسر. 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 ترجمة نانسية معي لحظة. تمام? تمام. انا عندي قيم مسلا هنا. انا قلنا قبل اكتابة اي دلة لازم اعمل يسوي. تمام? اروح اقول له مسلا الخلية دي. ادس زائد من الخلية التانية. زائد خلية التالتة. زائد الخلية الربعة. هدس انتر. فهداني قيمة الجمعة اللي عندي. طيب. تاني. يساوي اقول الخلية دي. زائد الخلية دي. زائد الخلية دي. زائد الخلية دي. دوس انتر فهديني قيمة الجمعة اللي عندي. الطرح نفس الحكاية. يساوي مسلا. ربعمية. خلية دي. ناقص. تين. اداني قيمة الطرح. طيب القسمة ساوي مسلا ربعمية. اعلى. علمت القسمة. متين. اتنين. طيب يساوي مسلا. الضرب. هذا هو متين. وعلمت الضرب وكتب اتنين. ادوس انتر فجل لي ربعمية. دي اعتبر مش دوال. بس دول الجمعة والطرح والقسمة والضرب. طيب. تمام. خالص. طيب. بس نركز في حاجة. برضو للناس اللي متعرفش انا مسلا جيت هنا اهو. قلت يساوي. قلت متين. زائد. خمسة. في ستة. تمام. في الحالة دي الاولوية الايه? الاولوية للضرب. الاولوية لما في العمليات الحسابية بيكون للضرب. وبيكون مسلا للقسمة. وبيكون مسلا للحاجات اللي داخل اقواص. فدي الاولوية للحاجات دي. يعني مسلا. انا لو سبتها كده. هيضرب لي الاتش خمسة وربعين في جي اربعة وربعين. طيب لو جيت حطيت مسلا. خليتين دول حطيتهم داخل اقواص. اول حاجة. هيجمع للاتنين داخل الاقواص بعد كده هضرب هالي في جي اربعة واربعين. يقبل اولوية بتكل الضرب. او القسمة. او الحاجات اللي فيها اقواص. علشان برضو لو جيت اعمل عملية حسابية اعرف. انا بحسبها ازاي. اه. هدي سريعا. تمام. هندي بس ريست آآ ربع ساعة الصلاة. وعا كده هنرجع نتكمل ان شاء الله ده. تمام? تمام. ريست ربع ساعة. اشتركوا في القناة درجة. تمام نكمل. تمام. الناس فاكرة الدوال بتاعة الاخطاء. الناس فاكرة الدوال دي ولا? اهي. هناك دوال تبحث عن الاخطاء. دي كلها دوال. طيب. وكلها نفس الطريقة وبنفس الاستخدام. تمام? هنعرف ازاي نستخدمها دلوقتي مع بعض. جينا مسلا. هستعمل ده اللي اسمها الاف ارور. الاف ارور بتبحث عن جميع الاخطاء. بتبحث عن جميع الاخطاء. طيب. تمام. جيت مسلا هنا جيت كتبت انا مسلا احنا قلنا اعملت مسلا كتبت ده اللي غلط. قلبت اس سي او. دست انتر. فظهر لي الخطأ اللي هو نيم. خطأ اللي هو نيم. تمام? فشايفين شريط الحالة من فوق. مكتوب اس سي او. وفي حاجة اسمها اس سي او. لأ. طيب اجي جاب ليها كده اكتب حاجة اسمها اف ارور. وبعد اس سي او افتح اوز. فاول حاجة بيقول لي الفاليو والفاليو اف ارور. الفاليو اللي هي القيمة اللي مكتوبة دي عندي. بعد كده اروح اعمل فصلة. هقول له لو القيمة دي غلط يكتب لي ايه في الخلية دي? هقول له عازك تكتب لي مسلا كمثال نط. نط فاوند يعني غير موجودة. وروح اكفل القيمة وادس انتر. وراح كتبها لي. يبقى انا عايز اقول له لو الخطأ لو الكلمة دي غلط عندي اكتب لي مكانها غير موجودة. طيب. وبدي ده اللي تلاف ارور. الدلة دي بتبحث عن جميع الاخطاء. تمام. جيت كتبت. اي امكان اللي انا كتبته مسلا اهو. دست انتر. فهنا بيزهر اللي احنا جلنا. دي كلها انواع دي على زيرو. معناه ان انا جسمت المعادلة على سفر. والن معناه انا كتبت اسم المعادلة غلط. والان على ايه? معناها ان انا القيمة اللي انا بدور عليها مش موجودة او ببحث عن حاجة غير موجودة. ان انا دخلت فيما غلط. النمبر ان انا رقم دخلته غلط. ان لو عامل مسافة ما بين المعادلات. دي انواع الاخطاء اللي بتزهر عندي. حلها ايه? ان انا بستعمل الدوال دي كلها. وكلهم بنفس الطريقة. يعني. ادي الدلة دي. اي دلة فيها خطأ بروح اعمل ايه? بعد اللي ساوي اكتب دلة الخطأ اللي انا بدور عليها. اف ارور. بتدور على جميع الاخطاء. يعني كده افتح القوس. ظهر لي من تحت كلمة اسمها value وباليو اف ارور. دي القيمة الخطأ اللي عندي. طيب القيمة دي لو غلط. انا عايز اكتب مكانها ايه? اقول لها مسلا. غير موجود. وراح كتب لي كلمة غير موجودة. تعالوا كده نجرب مع بعض دلة تاني من دلة الاخطاء. تمام? جيت مسلا كتبت يساوي خمسة على السفر. في اللي حصل? طلع لي خطأ اللي هو الدف على زيره. ايه الدلة اللي بتبحس عن الخطأ داية? نجي نبص هنا. لو جيت استعملت دلة الاف ارور. شو هتطلع معي ولا? هطلع فوق برضو. ارور. اروح افتح قوس. بقول له لو القيمة دي القيمة دي غلط اكتب لي مكانها. مسلا سفر على خمسة. او ايا كان اللي انا عايز اكتبه. ايه اللي حصل. كتب لي اللي انا عايزه. برضو استعملت اللي هو الاف ارور. استعملت الاف ارور. لخطأ النين. طيب. خطأ الضيف زيرو. برضو عادي استعملت اف ارور. طيب. نجيب بعد كده. ممكن عشان منكتر معادلات الاخطاء ممكن استعمل معادلة واحدة بس اللي هي الاف ارور. معادة الاف ارور. طيب. ظهر معانا مسلا خطأ زي خطأ النل. جيت مثلا انا عملت دالة كتبت دالة دالة اسمها مسلا بلانك اا او كونت بلانك. واحنا قلنا ايا دالة بكتبها بعملش مسافات. رحت انا من غير جز رحت اعملت مسافات. وكتبت اللي انا عايزه. فتحت. حددت دول. رحت جفلت دست انتر. ازهر لي خطأ زي خطأي النيم. برضو بعملها ازاي? اروح بعد كلمة يساوي اكتب اف ارور. يجب اي خطأ عندي هيزهر بعد كلمة يساوي على طول اكتب اسم الدالة اللي بتبحث عن الخطأ. واجي بعد كده اعمل فصلة في الاخر خالص. واكتب له لو فعلا القيمة دي خطأ اكتب لي ايه? اكتب لي مسلا كونت بلانك او شوف انا عايز اكتب ايه. اللي انا شايفه. او. ده برضو خطأ زي ما قلنا خطأ امي. برضو ده قلة الف ارور. فدي طريقة البحسة عن الاخطاء. انا هنا لما بجي امسك اسحب فيه مربع من تحت. البلون الاخضة اللي ما اجي اسحبه لتحت. او اسحبه على باقي الخلايا. فهتتطبق على كل الخلايا اللي عندي. طيب. لو جينا بصينا مسلا. انا قلنا دي كلها انواع اخطاء بتظهر عندي. اي خطأ من الاخطاء دي زهرت عندي ببحس عنه عن طريق دل اسمها الف ارور. طيب. في دل تاني اسمها اس اي ار ار دي بتبحس عن كل الاخطاء معادل الان اي. بتبحس عن خطأ بس. والاي اي اس ارف بتبحس عن خطأ ار ايف. طيب لو خطأ فيه ارقام نمبر. طيب لو خطأ نصي بتاعي نجرب مع بعض ورحت هنا مسلا. باجي هنا اجاب ليها اكتب اسم الضالة بتبحث عن خطأ. واجي في الاخر اعمل فاصلة اقول له لو فعلا اللي جيت للكلام دي اكتب لي كونت لانك موسيقى ابسواني نشوف الخطأ فين? في الدالة دي. ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ايه? اروح افتح القوس. اروح اكل القوس ادوس انتر. اجلل خطأ نيم. جاب ليها. اكتب الف اي خار. اروح افتح القوس. وهنا بعديه هحط ما بين على امتين تنصيص. هقول له انا عايز. عايزك تكتب لي خطأ. او كلمة خطأ. عرفش هنا المشكلة فين? شباب. طيب. انا كل اي دالة خاصة بدوال الخطأ بستعملها كده. دي كلها دوال الاخطاء. احنا قلنا الدوال بتاعة الاخطاء. الاس. هو انا اصلا عامل مسافة. فانا عايزة صحح الخطأ داية. بس. لو جينا جربناه. خليناها. سبا انا هلغي ده. تمام? انا عندي الدوال اللي بتبحس على الاخطاء. الاف ارور. تمام? والاف اي ار ار. والاف نمبر. الاف ناس تحاول تجربها. بتشوفها برضو الاف دي بتبحس عن النص. واف نعم تبعس عن الاخطاء غير النصية. تمام? وادل. وعندي بعد كده اللي اسمها الاف ار اي اف. الاف. ناس اي 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 اس. ايا دالة خطأ اولها اي اس. اي اس اني بتبعث عن خطأ اللي هو الان ايه? تمام? الاي اس لو عندي خطأ في الدلة. والاي اس بلانك عن الخلايا الفارغة. والاي اس اود والاي اس ابن اللي هي الاود اللي هي رقم فردي وهي الابن رقم زوجي. الاي اس دي كل الدواء اللي عندي اللي بتبحث عنه الاخطاء. دي دواء تبحث عن الاخطاء. باي خطأ من الاخطاء اللي بتظهر عندي. دواء اللي بتبحث عنه الاخطاء. فلما باجي اكتب حاجة غلط دي كلها اخطاء ممكن تظهر معي. فدي الدواء اللي ببحث بها عن الاخطاء دي. الاخطاء. الشائعة. البرنامج. فاي خطأ بيظهر عندي من الاخطاء دي بس تعمل ادي الدواء اللي الخاصة بيهم. ادي الدواء بتاعتها الخاصة بيها. طيب. بعمل في الحالة دي. بروح جابل الخطأ اروح اكتب اسم دلة الخطأ اللي انا بكتبها عن مسلا كمسال. كمسال مسلا كاتب لك اللي هو الاس يو. قداني خطأ النام. بعملها ازاي? بروح جابل الخطأ اللي ظهر عندي واكتب اسم الدلة اللي بتبحث عن الخطأ. اف ارور. اف ارور. وبعده بعد الدل على طول بفتح قوس. اللي هي القيمة الخطأ اللي عندي اهي. طيب لو القيمة دي خطأ عازك اكتب مكانها ايه? احط ما بين على متين تنصيس. الفاليو اف ارور. لو القيمة خطأ. عازك تكتب لي مسلا غير. موجودة. قدوس انتر بس. كل الدواء بتحت الاخطاء نفس الاستخدام. قدوس انتر بس. اشتركوا في القناة 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 في القناة اشتركوا 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 في القناة الهاتف الاحمر والجوال وهنا الهاتف الارضي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة المنبقة و الرامز رامز شرك شكرا انا 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 ا الفنس. جيت كتبت هنا عصلا اسم اول شركة اللي في دفون. الشركة التانية. السلاط. الثالثة. ورنج. وي الرابعة شركة وي. هنا اسم المندوب مثلا محمد. وهنا مصطفى. وهنا احمد. وهنا سين. اشتركوا في القناة. اشتركوا في القناة. اشتركوا في القناة. اشتركوا في القناة. المنطقة مثلا هنا سعون وهنا منصورة هنا القاهرة والاخير هنا البحيرة المنطقة الناس المنطقة Tutaj التخصص. ناسب شونا عاملين. انا خدمة عمله. واللي انا ثابت. انا خدمة عاملين. تمام. اجيت انا عملت اجاد والزادة ايه. وعلى ازا جيت انزل تحت. اكتب هنا اسم الشركة. اكتب اللي هو بس ايه? الرأس بتاع كل عمود. الرؤوس بتاعت كل عمود. المندوق. ورقم الهاتف. تاريخ الميلاد. هنا المنطقة. رمز الشركة. وهنا التخصص. الناس افتكر معاهم على الشيء. ازاي كنا بنعمل قائمة. لو عايز اعمل قائمة. عملناه في الحضور والانصراف. كنت بعملها ازاي? انا منتظر اجابات الناس. بالزبط. بالزبط كده. اول حاجة. بحدد الجزء عندي او التيبل كله. بعد كده بروح على كونديشن الفورماتينج. هلا لان انا بعمله ده صح ولا لأ? روح على داتا. داتا باليديشن. اختار من اللو هنا حاجة اسمها اللي هو قائمة. بروح احدد الجزء اللي عايز احطه في القائمة بتاعتي. شفت زت. بس انا واجد هنا. اروح على داتا باليديشن. من. بعد كده اختار. بعد كده اروح احدد الجزء اللي عايز اعمله قائمة. ادو سكي. شايفين هنا اهو? ادي زهرت معي قائمة. جوبة تاني ازاي? ان انا باجف على الخلية اللي عايز اعمل فيها القائمة. بافضل واجف على الخلية اللي عايز اعمل فيها القائمة. تمام? وبعد كده بروح على داتا. ثم داتا باليديشن. تمام? داتا اللي هي بيانات. ثم داتا باليديشن. تمام? او اسمها بالعربي التحقق من صحة البيانات. التحقق من صحة البيانات بالعربي. اضغط عليها. وبنقل له هنا. اختار list. اللي هو قائمة. في الصرص المصدر هحدد القائمة اللي انا عايزة تظهر معي. ودوس على اوكي. اهو. ودست على السامة ده ازهر معي القائمة ما انا عايزة. طيب انا عايز لما اضغط على القائمة يزهر معي اسم المندوب. هعمل يساوي. الفي لوك اوب. هضغط على اف اكس من فوق واشتغلها. عن طريق ايه. بكتب الاول حاجة يساوي. الفي لوك اوب. وافتح القوس. خلط على اف اكس من فوق واشتغل بها كده. اول حاجة بيقول لي انت عايز تجيب انت عايز تجيب النتيجة تبع ايه? النتيجة تبع القائمة او الخلية اللي فيها اسم الشركة. عايز بمجرد ما ادوس على اسم الشركة هيدين اسم المندوب. وهيدين رقم تليفونه وتاريخ ميلاده والمنطقة ورمز الشركة والتخصص. تمام? تمام? وبدي الخلية اللي هبحث من خلالها. اخطط اتصالات. وادوس اف اربعة. اف اربعة عشان تثبت معها الخلية. اخطط اختار الخلية دي. تمام? مش عارف بس انا بي لوك اب. سور بي لوك اب. افتح البوس. حدد الخلية الاولانية. اروه على الري بحدد اللي انا بحس خلاله. بدون ما حدد له الرؤوس. طيب. هنا الكول اندكس نمبر. رقم. رقم. العمود اللي انا ببحث من خلاله. اتنين. انا عايز المندوب. اخر حاجة. عندي خمتين. وفولس. اللي هو يديني تطابق تام. معناها لو شرد دي كلها حصلت عندي. يديني تطابق تام يديني اسم المندوب. رقم الاتف تاريخ الميلاد المنطقة رمض الشركة والتخصص. طيب لو عايز يديني تطابق غير تام. اه ترو. يجبقى الفولس تطابق تام. والترو تطابق غير تام. انا مسلا لا انا مش هقول لي ولا ترو ولا فولس. هقول لي الديني سفر. لو الشرد دي كلها طريقة غلط عندي. هو دوسه كيه. فقال لي ايه? المندوب الشركة اللي هو بتاع اتصالات مصطفى. وهي ارتاح خليتها مسلا اورنج. احمد. غيرتها خليتها ويه? الداني حسين. همسكها زمية واسحب للاخر. هيديني بقى التفاصيل. مش عارف لي هنا مش عارف تنفذ معي هنا. ابن زرابة تاني مع بعضه. ابن زرابة تاني مع بعضه. اعمل الساوي. افتح قوس. هعدد الخليل اللي عز ابحس من خلالها. اعمل فاصلة. بعد كده هحدد له التيب والقري اللي هبحس خلاله. فاصلة. بعد كده بيقول لي الكل. انا افضل يعني عشان هي طويلة. وراح استعمالها من من فوق. بقول ما استعمالها من فوق عندي. هتظهر معي. مفروض قيمة زي دي. هقول له اسم الشركة. طيب التابل الري اللي انا هبحس من خلاله. هحدد له التابل الري. تمام. طيب بس في حاجة احنا كنا بنعملها غلط. ايه هي? انا اول حاجة ابتدأ اكتب. دايما اتعودوا ان استعمالها من فوق. عشان تكون اسهل بالنسبة لي. بتبقى يساوي. افتح قوس. وروح استعمل من فوق. فظهر معي تابل زي دي. معناها القيمة اللي عايز اطلع من خلالها النواتج عندي. اللي هو الخلال بتاعة الصلاة. وبعد كده لازم لازم في كل حاجة بعملها اعمل تثبيت الخلية عن طريق اف اربعة. تمام? نجوا بعد ما اعمل الشرط بتاعك اكتب اعمل اف اربعة. طيب اللي انا هابحس من خلاله. هروح احدده. واضغط برضو اف اربعة. طيب. رقم العمود اللي عايز يظهر عندي هنا. العمود التاني. واضغط برضو اف اربعة. اخر حاجة هقول له مسلا سفر. لو الكلام ده كله طلع غلط اديني سفر. دوست اوكي. فجال لي العميل بتاع اتصالات او المندوب مصطفى. طيب ويه? حسين. همسك الدلة زي ما هي كده واسحبها للاخر. مش عارف خطأ فين. طب الناس تجربة عنديها كده. مفروضا لما باجي اسحب بعد كده. تعمل معي. تعمل معي. لا يا مفروض تتنفز ما معرفش الخطأ فيها بس مش عادة تتنفز لي مش عارف ما في خطأ مش عارفين الخطأ ده فيه شكرا للمشاهدة زي ما قلنا بتبحث لي بتبحث لي لتنين نفس الاستخدام على فكرة بس واحدة بتبحث لي اللي هو رأسي كده رأسي عمودي اللي هو بالعمود اما مفريق الصف ماشي ما انا اصلا بكون واجف انا واجف هنا على المندوب فانا لازم حدد له ان انا عايزك تظهر لي هنا مسلا الاسماء دي شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة طيب تعالوا نجرب تاني مع بعض كده نساوي ال وروح افتح اختار اول حاجة ده معيار البحس او الحاجة اللي انا بدور من خلالها ادي اتصالات ولازم اعمل تثبيت لكل خلية عن طريق ايه اف اربعة طيب تكتبوا الاري ده الجدول اللي انا ببحث من خلاله احدد الجدول كله مع عادة اللي هي الرؤوس بتاعته مع كده اف اربعة كل اندكس نمبر رقم الصف اللي انا عايزو يظهر معي اتنين كده اف اربعة هاجي الرينجي لوك اب عندي قمتين هكتبهم يا اما الفولس اما ترو فولس يعمل لي تطابق تاني اما ترو غير تاني دست اوكي اظهر معي اسم المندوق مصطفى اه اتصالات مصطفى في دافون محمد طيب ارانج احمد وي حسين وهكذا مفروض بعد كده لما اجي اسحبه انا عايز اعرف بس الخطأ فين اه مفروض كده صح ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ها ska قنقر شكرا 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 زي ما قلنا بلو اللي هو معيار البحس او اللي من خلاله هبحث اسم الشركة هو اثبتها عن طريق F4 في الـ حدد كل الـ معدر رؤوسه واثبته عن طريق F4 الـ رقم الصف اللي انا ببحث من خلاله وهو اروح اثبته برضو من F4 وانا هكتب F4 يعني هنا تدله مفروض اتطبقة تدله مفروض اول ما تشتغل تشتغل على كله اوك تمام انا بجيء اسحب من مربع الصغاري من تحت فوقت تشتغل معي طيب لو روحنا هنا تاني اهو بجيت حنا رحت احددت نعمل بتاعي هنا وردت تدست بس اوكي اشتغل ما قلنا الـ اخترت اول حالة صلاة وثبتها طريق F4 الـ اهو ثبتت عن طريق F4 كل نمبر كذبت اتنين وهنا فولس طب ما انا اهو يعني جيت مسلا كتبت اهو يساوي V look up افتح القوس و اللي هو معيار البحسة والحالة عايزة ابحث من خلالها وثبتها عن طريق F4 الـ الـ اللي انا ببحث من خلاله سبتها عن طريق F4 لو ويجبت اتنين ويجبت وهنا كتبت خلص هذا تيجي برضو طيب وفي حد عمله وعملت معه ولا لا؟ هم في حد عمله وعملت معه؟ هم 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 طيب ان شاء الله هتيجي معي الـ لوك افتح لقوس هدد دي سبتها عن طريق F4 وانا هدد سبتها عن طريق F4 وانا هم هيا الخلية دي وهنا خلص ودوس بس وصلت ليها الحمد لله تمام حلو خالص نجي نجربها تاني كده؟ تمام؟ اول حاجة بعمل بكتب اسم الده اللي يساوي الـ واروح افتح افتح افتحها من فوق اللي هو معيار البحث الحاجة اللي عايز من خلالها لما اجي اختارها تبحث لي على باج القيم اخترت الخلية دي هسبت الخلية دي عن طريق F4 طيب الجدول اللي انا ببحث من خلاله اهو احنا قلنا اسف احدده كله معادة الرؤوس بتاعته اهي وسبته عن طريق F4 باجي في وحدد الخلية احدد على الخلية اللي فيها رقم اتنين العمود اللي انا عايز يظهر ليه وباجي على هكتب كلمة فولس ودوس على اوكي كده يظهر لي اسم مصطفى لو جيت اسحب بعد كده للاخر هيظهر معي التفاصيل بتاعته اخترت مسلا اورانج يظهر لي التفاصيل بتاعته المندوب ده اخترت اتصالات تفاصيل المندوب ده فادي اعملها تاني برضو هعمل يساوي ال افتح وافتحها من وعندي اربع سنديك فاضية اول حاجة معيار البحث او الحاجة اللي عايز ابحث من خلالها اللي هو اسم الشركة وسبتها عن طريق افة اربعة تمام باجي بعد كده على الجدول اللي انا ببحث من خلاله بحدد الجدول كله معادة معادة ايه معادة الروز بتاعته وبيته برضو ب افة اربعة في الكون انديكس نمبر اروح احدد على رقم العمود اللي عايز ابحث من خلاله اتنين بس ما عملش ايه حاجة تاني في هكتب كلمة وادوس على اوكي فلوريد اسحب من المربع اللي اقدر من تحته هداني التفاصيل بتاعته ايه انا لازم نسبت ب افة اربعة بس انا لما اجي هسبت ب افة اربعة هسبت والتي والاري بس دول الاتنين بس اللي هسبتهم ب افة اربعة اما دي مش هسبتها والاخيرة مش هسبتها هم تعملت مع الناس ما فيها لايه ممكن برضو تتعامل من غير تثبيت اه ما تثبيتش الكل الكل ما تثبيتهش بنختار فلس علشان يديني اللي هو اه تطابق تام يعني يديني كل التفاصيل بتاعته محمد ورقم الهتف بتاعه تاريخ الميلاد واسوان ومحاسب وهكذا تمام? لكن لو اخترت ممكن الناس اجربها ممكن يديني تطابق غير تامي يعني ممكن يطلع لمحمد يجيد اخلي في رقم تليفون مصطفى اه انتخد مش عارف مين فبختار فلس افضل ايه او كلمة فلس او كلمة فلس هي كلمة سبتة عندها اكتبها كلمتين مزبوطين واتنين غلط بالزبط كده بالزبط طيب نعملها تاني برضو هكتب يساوي وافتح القوس واروه على اف اكس فوق اول حاجة اللوك اوب هاختار اسم الشركة من من تحت اللي هو معيار البحث اللي انا مدور بداخله واسبتها عن طريق اف اربعة لازم باجي علامة الدولار التيبل اري جدوى اللي انا ببحث من خلاله ده الجدوى اللي انا ببحث من خلاله اسبتها عن طريق اف اربعة الكل اندكس نمبر رقم العمود اللي عاز يظهر عندي انا دوقتي انا في المندوب في المندوب رقم العمود اه بتاعه اتنين هضغط على رقم العمود وهاجي تحت اكتب فولس وادوس على اوكي لما اجي اسحبه لدي اتعاملت معي فولس او سفر مفيش اها مشكلة طيب لازم بس اتكد انا اعمل القائمة دي اعمل القائمة دي ازاي احنا قلنا احنا قلنا من داتا بعد كده وليست اختار من قال له هنا ومن السورس هنا هحدد اللي عاز يطلع لي في القائمة بعد كده بطبق دلة داتا داتا بيعمل لي بحس بس المرة دي رقصي طب نفس استخدامها اللي هو الاتش لوك اب الاتش لوك اب طيب نجد ما باد نعمل دالة تلتش لوك اب رقصة طيب صحفة طب 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 اشتغل معي نفس ما انا بعمل كده. عشان نتطبق دلة الاتش لوك اوب. اكتب هنا الادارة المختصة. واكتب هنا مسلا كيو وان. اكتب اي حاجة. او كيو وان. كيو تو. بعد كده التوتال. او كيو وان. او كيو وان. او كيو وان. او كيو وان. جودة. سابت. المبعات. هنا مشتريات. هنا المعارض البشرية. توجه ان الازمائل. هنا نالية اين. 앤 اشتركوا في القناة 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 تمام 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة تمام 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 اشتركوا في القناة 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 تمام 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة طيب الطيب الطيب الرو نمبر هناك كان الكولوم عمود دم هنا الرو الصف ايه رقم ست هنا اختار مسلا سفر وادوس على اوكي طعب دي عنا تاني ليه هنا زي ما قلنا بابحس على الادارة حطها عمل لها تثبيت تاب والاري هبحس عن الجزء ده هعمل له تثبيت هنا الرو اندكس نمبر اختار ستة وانا مسلا هكتب فولس عشان هي مشكلتي مع الدلتين دول يعني حلنا مشكلة جات معنا طيب طيب الناس تعملها كده الناس تشغل معها وتعملها يساوي الناس كده تركز معايا بعمل يساوي الاتش لوك اوب وافتح قوس انا هدور على هدور في الخليل اللي جاب ليها مش اللي فوجيها لا اللي جاب ليها تمام؟ اروح اسبتها طريق اف اربعة والتيبل الريج ده اللي انا ببحث بداخله وهو بسبتها عن طريق برضو اف اربعة اما رقم الصف ستة وانا اختار سفر وادوس وك برضو نفس الحين اب لسفر تشاوك اطم ا Евرف لأ مش لازم اعمل بسوا كده معايا. عرفت المشكلة فين وحلها. هي ده الليتين سهلين بس محتاجين تركيز شوية. قدل اتشي لوك اب. تمام? خلوا بالكم من كل الاخطاء اللي كانت غلطوا النهاردة في الدواء الدول. كده كده هنشرحهم تاني المرة اللي جاية. بس عشان تعرفوا ان لو وقتها ده حصلت معايا اعمل ايه? هروح على اقل لي وهاختار اللي هي اللي جاب ليها. الزت ون. تمام? ثبتها. بعد كده لازم اختار معايا الزت ون والزت سري والزت فور ان انا هبحث في القيم بتاعة الحاجات دي. بس اروح اسبتها عن طريق اف اربعة. وهنا الرو اندكس نمبر ستة اللي هو المبعاة. وهنا سفر. فاداني رقم المبعاة اللي هو ستين الف اجهة اسحب لتحت. فاداني كل القيم اللي عندي. الزت اربعة. امان يبود نعمل ايه? ناس تجرب معايا كده تاني. ناس تجرب معايا. بعمل يساوي الاتش لوك اوب. وافتح القوس. من اللوك اوب بليو هاختار اللي هو الزت واحد. اعمل لها تسبيت. على كده تتيبه الاري جده اللي انا بدور من خلاله. انا بدور على كل قيم الزت واحد والزت اتنين والزت تلاتة والزت اربعة. اعمل لها تسبيت. اللي انا بدور رو ستة. والرينجي انا وصلا هنقول سفر. هجل المباعات بتاعت الزت واحد. الصف رقم ستة اللي هو ستين الف. اعمل ايه الحكاة اللي بتحصل معايا. يساوي الاتش لوك اوب. افتح القوس. اقول هنا الزت واحد. انا نكملها من هنا اهو. ودي اعمل لها تسبيت. في التابه الاري بيحدد. اقول له اعمل له تسبيت. من الرو اندكس نمبر. هكتب. ده هو ستة. واعمل له تسبيت برضو. وانا في الاخر اكتب زيره. ستة. اظهت اثنين ستتين. ستتين. اظهت هذا. احسن مولنش بزيره. احسن مولنش بزيره. احسن مولنش بزيره. كمان? اختار اللي قبله. ايه. وانا لازم اختار الزت وان والزت تو والزت سري والزت فول ان انا اطلع القيم بتاعتهم. كشان هو يعرف في القيمة دي تبع اي عمود بالزبط. تمام? بعد كده هقول له رقم ستة. نعمل له تزبيت. اللي انا هقل له هيدور لك افين? هيدور لي في الصف السادس. وقت بين السفر وادوس وكيه. نما اجي اسحب. اداني القيم بتاعتي. يوكبه تاني عملت ازاي معايا? الفرجة ما بين آآ الفي لوك اب. تمام? ادت دلة بتاعت الفي لوك اب. بعمل في الفي لوك اب ليه. والتيبل الاري. اللي اتنين لازم اعمل لهم تزبيت. ولو ما عملت لهم شي تزبيت. مش مشكلة الدلة تطلع معايا صح. بس الكولوم ما عمل لهش تزبيت. تمام? طيب لو جينا مسلا على. اللي انا بعمله بعمل يساوي. لازم الحقيقة الصور ده نخلي بانا منيها. بختار اللي هو بس بدون ما عمل لها تزبيت. واجع لتيبل اري بختار زت ون والزت تو والزت سي والزت فور مع ارقام بتاعتها. واعمل لهم تزبيت. هو الرو اندكس نمبر اللي هو ستة واعمل له تزبيت. واكتف في الرينج لوك اب لو حيدي كلها اللي انا عملتها ما كانتش موجودة اكتب لي ايه اكتب لي سفر. ودوس اوكي. اداني المبعاد ستين الف. اصحب لتاعت اهو. فدام يبعاد كل واحدة فيها. فدي الفرج ما بين الوك اب والاتش الاتنين واحد على فكرة. الاتنين واحد مفهمش هي اختلاف. بسبت من وف اربعة. باطغط على اف ان وادغط على اف اربعة. يام باطغط على اف اربعة على طول. لازم اتأكد ان علامة الدولار ظهرت معي. تاني. هشرحهم تاني لمحاضرة الجيش هنالك ستركز معي. اول حاجة بحدد المعايير اللي انا ببحث بداخله اللي هو اسم الشركة. واعمل له تثبيت. الجدو اللي هو يبحث بداخله. واعمل له تثبيت. نمبر العمود اللي انا بدور بداخله. اللي هو رقم اتنين. من غير ما اعمل له تثبيت. واخر حاجة. ودوس على اوكي. وقلنا ده بيبحث لي بالاعمدة. طيب. صفوف. قلنا بيعملها ازاي? برضو نفس الحكاية. القيمة اللي جاب ليها. لانها هيبتدي يبحث من خلالها بحس. وبعد كده الجدو اللي انا بدور بداخله. وبعد كده رقم الصف. واخر حاجة الرينج لوك اب. لو القيم دي كلها ما كانتش او طلعت غلط يديني القيمة سفر. بسبت التيبو الاري وبسبت الرو اندكس. وبعدوس على اوكي هتظهر معي القيم دي. تمام. اتفاهمت او لسا عوصت للناس? الاتش لوك اب والفي لوك اب. اللي اتنين واحد. اللي اتنين نفسي لاستخدامي. بس واحدة بتدور لي. وفقي واحدة بتدور رأسي. ده الاختلاف الوحيد ما بينهم. ناس ما تجي لك فش كده كده اشرح بتاني المحاضر اللي جاي. تتعام? فيهم اي مشكلة? البي لوك اب. والاتش لوك اب. دي الاخطاء الشائعة. وهنا المعادلات اللي هو شرحنا الاند والاور والنط. والجمع والطرح والقصنة والضرب والاف ارور. ودي كلها معادلات خاصة بالاخطاء الشائعة. ما لا لاتش لوك اب. تمام حاضر. تاني. بعمل يسوي. الاتش. لوك اب. هي عن مثل دول اللوك اب. الاتش لوك اب. او الوي لوك اب. بتبحس عن حاجة معينة. انا بدور عليها. افتح القوس. انا هبدأ بحسي من اول فين من اول الاضارة. من اول زات وان. مش هسبت دي. طيب الري. انا عايزي يطلع لقيم زت وان والزت تو والزت سري والزت فور. فلازم اخدها معي. وانزل بالقيم بتاعتها. ما اخدش معي الاجمالي. اروح اسبتها. الرو اندكس نمبر رقم الصف. انا هدور على اللي هو المبعاد. صف رقم ستة. وروح اسبته. بعد كده معناها لو القيم دي كانت غلط يكتيب لي وادوس على واجه اسحب لتحت هيديني باقي القيم. اريد الناس تمشي معي خطوة بخطوة لان لو خطوة واحدة بس نسيتها هيطلع لكل المعادلات اللي عنده غلط. بعمل ايه? ساوي. الاتش لوك اوب. وافتح القوس. اول حاجة في اللوك اوب فاليو معيار البحث. هبتديه من زت واحد هضغط على الزت واحد. مش هسبته. بعد كده اتابه الري الجدول اللي انا هبحث من خلاله. اخطوة اخد معا الزت وان والزت اتنين والزت سري والزت فور وهنزل لحد القيم بتاعة الموارد البشرية. اروح اعمل له تثبيت. الرقم الصف اللي انا ببحث من خلاله. انا عايز ابحث عن المبعاتة. لو عايز ابحث عن الحسابات حدد له خمسة. انا عايز ابحث عن المبعات. هكتب له. او اروح احدد رقم ستة. واعمل له تثبيت برضو. من هخليها سيف. بعد كده اخدها زي ما هي من تحت واسحبها. تمام? هي هي بالزبط. قولت اول حاجة بعمل اللي هي القائمة عن طريق ومن هنا. بس المرة دي هسبت اول قيمتين. اللي هو معايير البحث اللي انا هبدأ من خلاله. صلاة مسلا. اللي هو روح احدد له دي. بعد كده الجادة اللي انا ببحث من خلاله وما اخدش الرؤوس معي. رقم العمود اللي انا هدور من خلال اللي هو كام اتنين. طيب اه بعد كده هقول له اللي هي هكتب له فولس. معناه ان لو القيم دي كلها عند صح. يديني حاجة اسمها تطابق تام. فالتطابق تام معناها فولس. ودوس على اوكي. اللي اتنين واحد مفهمش اي اختلاف. بس الاتشي لوك اب بيدول لي هورزنتل. اوفقي. اللي هو بالصفوف. اما البي لوك اب بيدول لي راسي بالاعمدة. اه هبعد لكم ملف ضح عطش. تمام. في اي مشكلة فيهم? البي لوك اب. ما فيش مشكلة ممكن نحط السفر يعني السفر دوقت لو حطيت سفر برضو. تمام? لو جيت هنا مسلا في ايه معنى السفر? ايه معنى السفر? معنى السفر اننا لو القيم دي كلها عندي القيم اللي فوق دي اللوك اوب والتيبل اري والرو اندكس نمبر دول كلهم كانوا غلط اكتب لي في الخلية سفر. اكتب لي في الخلية سفر. تمام? دي معناها. لك ان فيش اختلاف. ساعدة ممكن نكتبه فولس او فالفرجة ما بين الفولس والترو ان الفولس بيديني التطابق تام والترو بيتطير تام. التطابق التام معناه ان هو بيطلع لي بيانات بكل حاجة موجودة عندي اه كاملة. اما الغير تام معناها ان هو مسلا اتنين يكونوا متطابقين واتنين لا او واحد والباقي لا او هكذا. تمام? تمام. انا مش اطول عليكم كده اه بخصوص المحاضرة بتاعته النهاردة. بس ان شاء الله بازن الله هنشرح مع بعض محاضرات القادمة. حاليا اسمها داش بورد. حاليا دي كلها ان شاء الله هنحاول نشرحها في المحاضرات القادمة. دي كلها حاليا اسمها داش بورد. دي الطلبة منيكم. تمام? اللي عند اي حاجة انا محتاجة انها تتشرح في الاكسل قبل ما ندخل فيه يقول لي برضو. لأ كده كده هنزود يعني كده كده محاضرات الدوال معي مستمرة. لسه في دوال تاني هناخدها. دلة هناخدها برضو المحاضرة الجاية. فيه كزا دلة تاني هناخدها يعني. فان شاء الله هنشرح الداش بورد. آآ في حد طلبها مني. تمام? فان شاء الله هشرح لكم المحاضرات جاية. واللي عنده اي حاجة برضو تاني بخصوص الاكسل عايزة تتشرح دلة من الدوال. برضو يبعثها على الجروب او يبعثها على علشان احضرها ان شاء الله واشرحها لكم المحاضرة الجاية. تمام? فآآ النهاردة كانت المحاضرة الستة في الاكسل. ان شاء الله معنا في حدود محاضرتين تاني. بعد كده ندخل في الباور بي. الباور بي هو خاص اصلا بتحليل البيانات. هو اصلا كله خاص بتحليل البيانات دي. تمام? مجدد فتحت هو الباور بي. هو هو مرتبط بالاكسل بس هو خاص اكتر بتحليل البيانات. فالناس تنزل الباور بي عشان هنشتغل فيه ان شاء الله آآ آآ بعد محاضرتين. تمام? ده الباور بي. محاضرات بيفتح معايا. بغطلكم رابط التحميل. ده شكل برنامج الباور بير اللي نشتغل فيه ان شاء الله من بعد الاكسل. مرضو فيه قوام زي قائمة هوم وانسرت ومودلينج والهلب. هندرس البرنامج ده برضو بالتفصيل. تمام? بس ده بعد ما ان شاء الله المحاضرة الجاية والمحاضرة البعدين نكون نخلصنا فيهم اكسل. اه نكون اخدنا في الاكسل اللي هو اله داش بورد. اه وازاي اعمل تقارير برضو اه بواسطة الداش بورد والحدي كلها ادارة البيانات. ويخاص اكتر بالناس المهتمة بالمشاريع. تمام? ايه هو اللي هو نفس الباور بوينت? لأ الباور بي غير الباور بوينت خالص. الباور بي اصلا خاص بتحليل البيانات. هو بيهتم اكتر بتحليل البيانات. هو يعتبر زي ايه? زي مادة الاحصاء. اه الباور بوينت خاص بالعرض التقديمية. بالنسبة للمحاضرات الجاية ان شاء الله هتكبأ سبت وثلاث الساعة خمسة. سبت وثلاث الساعة خمسة زي ما احنا. في الاكسل اه ان شاء الله المكرو برضو المحاضرة الجاية. يجبأ الداش بورد ان شاء الله آآ ويه المكرو هيكون المحاضرة الجاية. وآآ في حالات تانية برضو اتطلبت مني ان شاء الله ده كله بازن الله. هنحاول آآ نشرح لكم المحاضرة الجاية اللي هي المحاضرة السبعة والتامنة مع بعض. ترجمة نانسي قنقر